الذهب في دائرة الضوء مجدداً، ولكن هل نحن على اعتاب موجة صعودية تاريخية؟ أم أن الأخبار التي انتشرت حول صعود الذهب جراء الضربات العسكرية لإيران قد تكون مجرد تضخيم إعلامي؟ في حلقة اليوم سنتناول كل التفاصيل ونسلط الضوء على السيناريوهات الأكثر واقعية لمستقبل الذهب والأسواق المالية للأسبوع الحالي الممتد من الاثنين الموافقة الثامن والعشرين من أكتوبر حتى الجمعة الموافقة الأول من نوفمبر من العام الفين وأربعة وعشرين وفي هذه الحلقة هناك تحليلات فنية واقتصادية وجيوسياسية في انتظاركم فلا تفوتوها فقد تكون الأكثر أهمية في تحديد وجهة استثماراتكم القادمة لننتقل إلى الشاشة لنبدأ حلقة اليوم مرحبا بكم أخواني العزاء في حلقة جديدة من التحليل الأسبوعي لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات وفي هذه الحلقة سنغطي تحليلات شاملة للأسبوع الممتد من الاثنين الموافقة الثامن والعشرين من أكتوبر إلى الجمعة الأول من نوفمبر من العام الفين وأربعة وعشرين سنستعرض التحليلات الفنية والاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق مع التركيز على تأثير البيانات الاقتصادية المنتظرة بالإضافة إلى السيناريوهات المحتملة للذهب والنفط والدولار الأمريكي تابعونا حتى النهاية لتحصلوا على رؤية متكاملة واستراتيجية للتداول خلال الأسبوع الحالي ولا تنسوا أن الفيديو مقسم أخواني الأعزاء فيمكنكم مشاهدة الفقرة الذي ترغبون بها بمجرد اللمس على الفيديو سوف تجدون التقسيمات ظاهرة أمامكم على الشاشة وقبل أن نبتدأ أخواني الأعزاء نذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد وأدعوكم إلى زيارة منتدى اليوتيوب الخاص بقناتي ستجدون هدية خاصة لكم بمناسبة وصولنا إلى 100 ألف مشترك على قناة اليوتيوب سوف تجدون هديتكم أخواني الأحباء موجودة فقط اطلعوا عليها من منتدى اليوتيوب الخاص بي إذن أخواني الأعزاء نبتدأ بالتعقيب على فقرة التحليل الاقتصادي والجيوسياسي وفي هذا الأسبوع ينتظر السوق مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة والنارية التي تؤثر بشكل كبير على الدولار الأمريكي والذهب وسوف نتطلع إلى هذه البيانات يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة أخواني الأحباء من قسم مساحة المتداولين في الحقيقة الموقع شامل للعديد من الخدمات الذي سوف تجدونها من تحليلات وقسم الأسواق به التقارير والعديد من الدروس الكتابية وأيضا مساحة المتداولين به الأجندة الاقتصادية أو المفكرة الاقتصادية وأداء خاصة للذهب ورسم بياني يمكنكم استخدامه بشكل مباشر والتعديل عليه وإضافة أي أدوات وأيضا هنا الهيتماب الخاصة بالسوق الأمريكي وأيضا هنا المفكرة الاقتصادية الصادرة من موقع التريدينج فيو وهنا أخواني الأعزاء نذكركم بتتشين خدمة جديدة وهي أسعار الذهب فيمكنكم الاستفادة منها بإذن الله تعالى يتم إطلاقها خلال الأسبوع الحالي بإمكانكم معرفة أسعار الذهب اللحظية في كل الدول العربية بعملاتها المحلية بإذن المولى عز وجل سوف نضع لكم تفصيل آخر إذن أخواني لعزاء نشاهد المفكرة الاقتصادية يوم الاثنين الموافقة 28 من أكتوبر من العام 2024 لدينا بيانات هامة على الدولار الكندي خطاب ماكلم محافظ بنك كندا المركزي في يوم الثلاثاء لدينا بيانات هامة جدا على الدولار الكندي أيضا خطاب السيد ماكلم محافظ بنك كندا المركزي وعلى الدولار الأمريكي لدينا مؤشر ثقة المستهلك وأيضا تقرير فرص العمل وهذه الأوقات الظاهرة أمامكم هي بتوقيت مكة المكرمة فمن هنا بإمكانكم اختيار اليوم وتغيير التوقيت من هذه الخانة أيضا لدينا في جلسة الأربعاء بيانات هامة جدا الناتج الجمالي المحلي الألماني ومؤشر سعار المستهلكين على اليورو وأيضا مؤتمر صحفي للبنك الوطني السويسري وعلى الجنيل استرليني لدينا بيانات توقعات الخريف وأيضا على اليورو لدينا الناتج الجمالي المحلي وعلى الدولار الأمريكي لدينا خبر هام جدا وهو التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي صادر عن الـ ADP وهو الممهد للـ NFP عاصفة البيانات الأمريكية ولدينا أيضا ناتج الجمالي المحلي وعلى اليورو مؤشر سعار المستهلكين وتقرير مخزون النفط الأمريكي الخام وخطاب السيد ماكلم لبنك كندا المركزي وفي يوم الخميس لدينا بيانات هامة ونارية حقيقة قرار الفائدة على الين الياباني مؤشر سعار المستهلكين على اليورو على الدولار الأمريكي المؤشر المحبب إلى قلب الفيدرالي مؤشر سعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو مؤشر التضخم الأساسي في الاقتصاد الأمريكي وأيضا لدينا طلبات الإعانة الأمريكية وفي يوم الجمعة عاصفة البيانات الأمريكية تقرير الـ NFP وأيضا متوسط الأجور في الساعة ومعدلات البطاة ومؤشر مديرين مشتريات الصناعي صادر عن معهد إدارة توريدات الـ ISM ومؤشر مديرين مشتريات الصناعي إذن أخوائي الأعزاء يمكنكم الاطلاع على هذه الرزنامة من خلال زيارة موقع الإلكتروني لحظة بلحظة إذن أخوائي الأعزاء مثل ما ذكرنا نعقب على البيانات الهامة جدا التي سوف تؤثر على الدولار الأمريكي والذهب بشكل خاص لدينا أولا في جلسة الأربعاء خبر التغير في وظائف القطاع غير الزراعي الصادر عن الـ ADP وهو يعتبر ممهد لعاصفة البيانات الأمريكية التي تصدر يوم الجمعة فلذلك هو هام جدا أخواني الأحباء وأيضا الناتج الإجمالي المحلي لدينا أيضا مؤشر الإنفاق الشخصي الذي سوف يصدر يوم الخميس يعتبر هذا المؤشر أحد أهم مقاييس التضخم التي يعتمد عليها من قبل الاحتياطي الفيدرالي إذا أظهرت البيانات ارتفاعا في التضخم قد يتزايد الضغط على البنك الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مما قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع الذهب على العكس إذا كانت البيانات أضعف من المتوقع قد يستمر الذهب في الصعود أيضا لدينا قرار لجنة السوق المفتوح الفيدرالي الذي سوف يصدر هذا الأسبوع يعتبر أنه سوف يؤثر بشكل كبير على الأسواق حيث سيتابع المستثمرون التوجيهات بالشأن السياسة النقدية المستقبلية وما يتعلق بأسعار الفائدة أيضا تقرير التوظيف الـ NFP الذي سوف يصدر في الجمعة أي ارتفاع غير متوقع في عدد الوظائف قد يدعم الدولار ويضغط على الذهب والعكس صحيح بالنسبة للسيناريوهات المتوقعة للذهب والدولار بناء على هذه البيانات والتحليل الاقتصادي إذا كانت البيانات إيجابية مثل زيادة التضخم ونمو الوظائف قد نرى ارتفاعا في الدولار وانخفاضا في أسعار الذهب حيث سيزداد التوقع بأن يقوم الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية أو تثبيت الفائدة وعدم الإنجرار وراء الخفض المتتالي أما إذا كانت البيانات سلبية مثل تباطئ التوظيف أو ضعف التضخم يؤدي ذلك إلى ضعف الدولار مما يدعم أسعار الذهب للارتفاع إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الجيوسياسي نشاهد أخواني العزاء أن الضربة الأخيرة ضد إيران قد تزيد من التوترات في الشرق الأوسط وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على الأسواق المالية إذا استمرت هذه التوترات قد يؤدي ذلك إلى صعود الذهب كملاذ آمن خصوصا في ظل احتمالية تصعيد الأحداث الأسواق قد تتجه إلى المزيد من التحفظ وقد نرى ارتفاعا في أسعار النفط كذلك بسبب المخاوف من التأثير على إنتاج النفط الإيراني وتعثر خطوط الإنتاج والتوريد ولكن إذا انتهت هذه الضربات وتم التصريح مباشرة أنه لن يكون هناك أي رد وانتهى هذا التصعيد العسكري وهدأت الأوضاع واستقرت الأجواء قد ينعكس ذلك سلبا على الذهب حيث سيتحول المستثمرون إلى الأصول الأخرى ذات العوائد خلال الفترة القادمة بالتزامن مع بيانات التضخم إذن أخواني الأعزاء لننتقل إلى الشاشة ونبتدئ فقرة التحليل الفني إذن أخواني الأعزاء نبتدئ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار ونلاحظ أخواني الأعزاء أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال يتداول في ظل قناة فرعية صاعدة مدعوما بالتداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وبالمجمل ثبات الأسعار أعلى مستوى المئة وأربعة لا يزال يرجح الكفة الإيجابية الذي تستهدف مستوى المئة وخمسة فاصلة أربعمية ومستوى المئة وسبعة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصاعد إلا بعودة الأسعار أدنى مستوى المئة وأربعة خلال التداولات القادمة للأسبوع الحالي ومفتاح الجلسة الحالية ومفتاح التداولات الأسبوعية أخواني الأحباء لمؤشر الدولار الأمريكي هو مستوى المئة وأربعة وحذاري لأن الأسواق تترقب بيانات هامة جدا اقتصادية على الدولار الأمريكي وقد تؤثر بشكل مباشر على المؤشر إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوجة اليورو دولار نشاهد زوجة اليورو دولار مع انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي يعود تحت الضغط إذا نجحت الأسعار بكسر الواحد فاصلة صفر ثمانية آلاف قد نشاهد المزيد من السلبية واستئناف الهبوط صوب مستوى الواحد فاصلة صفر سبعة آلاف وواحد فاصلة صفر ستة آلاف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوجة الباون دولار نشاهد زوجة الباون دولار هو الآخر يتداول تحت الضغط بقاء الأسعار أدنى الواحد فاصلة ثلاثون ألف وخمسمائة قد يرجح الكفة البيعية الذي لن تستأنف إلا بكسر مكتمل الشروط والأركال للواحد فاصلة تسعة وعشرون ألف وحينها قد نشاهد هبوط على المدى الأسبوعي يستهدف الواحد فاصلة سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد فاصلة ستة وعشرون ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل اليين الياباني نشاهد الزوج لا يزال يتداول في ظل السيناريو الإيجابي الذي لن يؤكد إلا باختراق مكتمل الشروط والأركال لمستوى المئة ثلاثة وخمسون ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد حينها قد نشاهد انطلاق صعوب المئة ثمانية وخمسون ومئة وأربعة وستون إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري لا يزال يتداول في ظل المناطق الخضراء ولن يستأنف إيجابيته إلا بتخطي مستوى الصفر فاصلة سبعة وثمانون ألف حينها قد نشاهد صعود يستأنف إلى مستوى الصفر فاصلة ثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة ويلغى هذا السيناريو الإيجابي بكسر مستوى الصفر فاصلة ستة وثمانون ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الزوج هو الآخر يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى الصفر فاصلة ستة وستون ألف وسبعمائة وخمسون يرجح الكفة السلبية الذي لن تستأنف إلا بكسر مستوى الصفر فاصلة خمسة وستون ألف وثمانمائة حينها قد نشاهد استهداف مستويات الصفر فاصلة أربعة وستون ألف وخمسمائة وصفر فاصلة ثلاثة وستون ألف على المدى الأسبوعي إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي وهو الآخر لا يزال يتداول تحت الضغط بقاء الأسعار أدنى مستوى صفر فاصلة ستون ألف قد يعيد الأسعار إلى استيناف الهبوط صوب الصفر فاصلة تسعة وخمسون ألف وصفر فاصلة ثمانية وخمسون ألف إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ولا يزال الزوجة تتداول في ظل السيناريو الإيجابي ثبات الأسعار أعلى shotgun 1.38600 يرجح الصعود صوب الـ 1.40100 و1.140500 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الباوند ين الملقب بالمجنون ونشاهد الزوج ثباته على مستوى 196 ين مقابل الجنالاسترلين الواحد قد يعزز من مكاسب الزوج ويستهدف مستوى المائتين ومائتين وخمسة ين مقابل الجنالاسترلين الواحد ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بعودة الأسعار أدنى 1896 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوجة اليورو ينشاهد زوجة اليورو ين يتماسك أعلى 164 ثبات الأسعار أعلىها قد يمنح الزوج إيجابية تستهدف مستوى 167 ين مقابل اليورو الواحد وقد نشاهد مستوى 170 يلغى هذا السيناريو الإيجابي بشرط وحيد هو عودة الأسعار أدنى 164 ين مقابل اليورو الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو مقابل الجينيل استرليني وهو الآخر يقترب من مستويات هامة جدا مستوى الدعم الماثل عند 0.83 ألف كسر هذا الدعم قد يؤدي إلى محو المكاسب والهبوط صوب مستوى 0.82 وخمسمائة وصفر فاصل اثنين وثمانون ألف إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليراء التركي نشاهد أخواني لعزاء الزوج بثباته على الأربعة وثلاثون ليراء مقابل الدولار الأمريكي الواحد لا يزال يرجح الكفة الإيجابية ويصنف هذا التراجع كتصحيحات وحركة صحية للأسعار وثبات الأسعار أعلى الأربعة وثلاثون ليراء مقابل الدولار الأمريكي الواحد يرجح الصعود صوب أربعة وثلاثون ليراء ونصف وخمسة وثلاثون ليراء للدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد أخواني الأحباء البيتكوين لا يزال يتمسك بإيجابيته وزخمه الإيجابي ثبات الأسعار أعلى مستوى 65 ألف دولار للبيتكوين الواحدة وهو يعد بمثابة مستوى حاجز نفسي هام جدا قد يعيد البيتكوين لاستئناف سلسلة المكاسب واستهداف مستويات 72 ألف دولار للبيتكوين الواحدة و78 ألف دولار للبيتكوين الواحدة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي للبيتكوين إلا بعودة الأسعار أدنى مستوى الحاجز النفسي والماثلة عند مستوى 65 ألف دولار للبيتكوين الواحدة إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل الإيثيريوم مقابل الدولار لأمريكي أن نشاهد الإيثيريوم متداول تحت الضغط بقاء الأسعار أدنى 2600 دولار لا يزال يضع الإيثيريوم تحت تهديدات الهبوط صوبا 2300 دولار و 2100 دولار ولن يستطيع الإيثيريوم التحرر من الضغوط البيعية إلا بعودة المراكز الشرائية على 2600 دولار إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار لأمريكي أن نشاهد الريبل هو الآخر لا يزال يتداول تحت الضغط بقاء الأسعار أدنى 55 سنت قد يؤهل السلبية مجددا والهبوط صوبا 44 سنت و 36 سنت ولا سبيل لإلغاء هذا السيناريو السلبي إلا بعودة الأسعار أعلى 55 سنت إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وهنا المحور أخواني لعزاء هناك العديد من الجدل والحديث حول أسعار الذهب بعد الضربة العسكرية التي تلقتها إيران هناك من يتحدث أن الذهب سوف يفتتح بفجوات سعرية صاعدة قد تصل إلى الـ 2800 دولار وال3000 دولار ولكن نحن أخواني لعزاء نتحدث من عدة محاور مثلما تحدثنا دائما نحذر أننا نقفل صفقاتنا قبل الدخول في الويك اند لأن دائما أي استهدافات عسكرية تكون موجهة في إجازة نهاية الأسبوع في الويك اند وهذا ما هو متعارف عليه ولكن أخواني لعزاء أولا من ناحية التحليل الاقتصادي هذا الأسبوع يعتبر مليء بالبيانات الهامة جدا الذي سوف تؤثر على تحركات الذهب بالذات بعد البيانات السابقة الأمريكية الذي أظهرت أن التضخم لا يزال متماسك ولم يتراجع وينصاع مثل ما يرغب الفيدرالي فلذلك لدينا أسبوع حالي مليء بالبيانات الهامة جدا لدينا مؤشر الإنفاق الشخصي الـ PCE والذي يلقب بالمؤشر المحبب لقلب الفيدرالي ويعد مؤشر التضخم الأساسي في الاقتصاد الأمريكي أيضا قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الـ FOMC أيضا تقرير التوظيف والملقب بعاصفة البيانات الأمريكية الـ NFP وتقرير الـ ADP جميعها بيانات تضخم هامة جدا إذا ظهرت أخواني لعزاء وأظهرت البيانات إيجابية مثل زيادة التضخم ونموء الوظائف قد نرى ارتفاعا في الدولار وعودة الضغوط على الذهب الذي قد تعيده للدخول في ظل تصحيحات تستمر إلى 2670 دولار وقد نشاهد 2600 دولار على المدى المتوسط أما أخواني لعزاء إذا كانت البيانات سلبية مثل تباطئ التوظيف أو ضعف التضخم سيؤدي ذلك إلى ضعف الدولار مما يدعم أسعار الذهب للبحث عن قمم تاريخية جديدة وتحطيم الأرقام السابقة وقد نشاهد الذهب يلوح بالصعود ليستهدف 2790 دولار و2820 دولار وقد نشاهد أيضا 2900 دولار كحد قادم بالنسبة للجانب الجيوسياسي أخواني لعزاء مثل ما شاهدنا الضربة العسكرية الأخيرة ضد إيران قد ترفع التوترات في الشرق الأوسط ولكن هنا عدة سيناريوهات في حال أن هذه الضربة قد أدت إلى استمرار التوترات وعدم إنحاء المواجهات العسكرية هذا قد يصب في مسلحة الذهب وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب واشتعالها وقد نشهد فجوات سعرية صاعدة جراء البيانات القادمة خلال الساعات القادمة أما إذا هذه الضربة قد أنهت المواجهة العسكرية وعلى إثرها هدأت الأوضاع واستقرت الأجواء قد ينعكس ذلك سلبا على الذهب حيث سيتحول المستثمرين إلى أصول أخرى وحينها قد نشاهد الذهب يظل ثابت في هذه المستويات وقد يستأنف الهبوط التصحيحي مجددا ولكن لدينا على الصعيد الفني نظرة أخرى نتحدث حاليا من نظرة التحليل الفني البحث حاليا الذهب يتداول في ظل قناة رئيسية صاعدة ثبات الأسعار أعلى 2740 دولار وعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم يصب في مصلحة الذهب ولكن الذهب فنيا لن يستأنف الإيجابية إلا باختراق مكتمل الشروط والأركان على فريم الأربع ساعات ل2760 دولار هذا الإختراق بدوره قد يقود الذهب على المدى الأسبوعي إلى مستوى 2790 و2820 وقد نشاهد الـ 2900 دولار على المدى المتوسط كأهداف متتالية ولكن حاليا الذهب هو أسير بين مفتاحان للتداول 2760 دولار و2740 دولار ننتظر كسر أو اختراق واضح وصريح لهذه المستويات على فريم الأربع ساعات لنحدد المسار القادم للذهب وبإذن الله تعالى في الجلسة القادمة كل ثلاثاء وأربعاء وخميس لدينا حلقة من برنامج شفرة الذهب نتحدث بشكل يعني معمق في تحركات الذهب الجيوسياسية والفنية وأيضا الاقتصادية فلا تنسوا متابعة القناة وتفعيل الجرس وأيضا أخواني الأحباء نذكركم بخدمة عضوية نخبة المتداولين والذي هي تختص بالأسواق المالية بإمكانكم الاشتراك بها من خلال قناتي على اليوتيوب وطبعا هي بمبلغ رمزي جدا بيصل بحد أعلى في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 4.99 دولار للاشتراك الشهري وفي بعض الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية يصل كلفة الاشتراك إلى نصف دولار تقريبا والهدف وليس مادي ولكن الهدف تكوين نخبة للمتداولين مثل ما تحدثنا أخواني الأحباء يمكنكم أيضا الحصول على العديد من المزايا ومن ضمن المزايا قناة خاصة على التليجرام نقدم بها توصيات خاصة للسلع والمؤشرات وأيضا نقدم لكم تحليلات وتوجيهات خاصة وبإمكانكم الحصول على خدمة الخط الساخن وهي التواصل معي بشكل مباشر لسؤالي عن كل ما يخص تداولاتكم والأسواق ومن سلع مؤشرات وأزواج عملات وإلى آخر إذن أخواني العزاء نعيد ونذكر أن الذهب يترقب مستويات 2740 دولار و2760 دولار وكسر أو اختراق أحد هذه الأطراف سوف يؤدي إلى توضيح مسار الذهب حلال التداولات القادمة وبإذن الله تعالى بعد الافتتاح سوف نتابع معكم التحديثات كونوا معنا وتابعونا تجدون الروابط جميعها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي التعليقات إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام نشاهد النفط الخام بثباته على 69 دولار لا يزال يرجح الكفة الإيجابية وفي ظل الضربات العسكرية هذه قد تدفع أسعار الخام للارتفاع ولكن فنيا لن نشاهد إيجابية واستئناف للإيجابية مجددا للخام إلا باختراق الـ 74 دولار حيث أن اختراقها سوف يؤدي إلى الصعود الأسعار إلى 80 دولار و 86 دولار للبرميل الواحد ويلغى هذا السيناريو التفاؤلي بشرط وحيد هو عودة الأسعار أدنى 69 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة نشاهد الفضة حتى اللحظة لا تزال تتداول في ظل السيناريو الإيجابي ثبات الأسعار على 32 دولار ونصف يرجح الكفة الإيجابية التي لا تستانف إلا بتخطي الـ 34 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي إذا تمكن من تخطي مستوى 2 دولار ونصف الثبات علىها حينها قد يستعيد مكاسبه يستهدف ثلاثة دولار ونصف وثلاثة دولار فاصل ثمانون سنت يلغى هذا السيناريو التفاؤلي بعودة الأسعار أدنى 2 دولار ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي نشاهد مؤشر الداو جونز يحاول الخروج عن المسار الرئيسي الصاعد بقاء الأسعار أدنى 42500 قد يؤدي إلى دخول مؤشر الداو في ظل موجة تصحيحية هابطة تستهدف الـ 41500 وأيضا الـ 40400 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد عن برزة الـ SP500 وهو الآخر يتراجع كسر مستوى الـ 5820 قد يدخل الـ SP500 في ظل موجة تصحيحية هابطة تستهدف مستوى 5750 و 5660 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي نشاهد النازدك إذا فشل بتأكيد تخطي مستوى الـ 2400 قد نشاهد هبوط قادم تصحيحي يستهدف 19600 و 18900 ولا سبيل لإلغاء هذه النظرة التصحيحية إلا بتخطي مكتمل الشروط والأركال للـ 2400 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر رسل الأمريكي نشاهد الرسل لتداول تحت الضغط بقاء الأسعار أدنى 2225 قد يؤدي إلى استئناف الحبوط صوب 2150 و 2075 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر فوتسي الإنجليزي نشاهد الفوتسي يقترب من دعم هام جدا هو مستوى 8200 كسر هذا الدعم سوف يؤدي إلى انهيارات في الأسعار تستهدف 8500 و 7900 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الداكس تراجع ويفقد زخمه الإيجابي ولكن لن يسقط الداكس ويخلق فرص بيعية إلا بكسر مستوى 19200 حينها قد نشاهد سقوط حر يستهدف 18700 و 18200 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي نشاهد الكاك لا يزال يتداول تحت الضغط بقاء الأسعار أدنى 7600 يرجح الهبوط إلى 7300 و 7700 إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النيكي الياباني نشاهد النيكي لا يزال يتداول تحت الضغط كسر مستوى 37600 قد يقضي على الآمال الإيجابية ويؤدي إلى هبوط متتالي يستهدف 3634400 ولن يلغى هذا السيناريو التصحيح الهابط إلا بعودة المراكز الشرائية على 39000 إذن أخواني العزاء كانت هذه تحليلاتنا لأهم الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية والفنية التي ستؤثر على الأسواق هذا الأسبوع ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا على الطلاع الدائم بأحدث التحليلات والنصائح كما ندعوكم للانضمام إلى نخبة المتداولين على قناتنا حيث نوفر لكم تحليلات حصرية ومتابعة مستمرة للأسواق شكرا لكم ونتمنى لكم أسبوع تداول موفق لنختم هذه الحلقة بتمنياتنا لكم بالتوفيق وندعوكم أخواني العزاء للتفاعل معنا من خلال التعليقات أو التواصل معي على رقمي المباشر على تطبيق الواتساب إذن أخواني العزاء شكرا للمتابعة وفي أمان الله لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات من أجل أن يصلك كل ما هو جديد حول الذهب والأسواق المالية